موسيقى لما بنكون بنقدم نفسنا للعالم بعد أحداث فوضى مرينا بيها سواء بعد ثورة يناير أو بعد ثورة يونيو فأكيد التعزيزات الأمنية لتأمين البطولة الأفريقية شيء مهم لما يكون البطولة هي البطولة الأبرز بعد كاس العالم بعد بطولة الأمم الأوروبية برضو ده شيء مهم أننا نتكلم عن التأمين لما يكون فيه من منتظر 2 مليار شخص حول العالم منتظر هذه البطولة فأكيد إخراجها بصورة تأمينية جيدة برضو شيء مهم لما يكون من منتظر أن يكون دي خامس استضافة لمصر خامس استضافة لمصر لكاس الأمم الأفريقية ويكون من منتظر أن يكون فيها أكبر عدد من المشجعين على الإطلاق في تاريخ البطولات على مدار 32 دورة فبرضو الاستعدادات الأمنية لازم نقف قدامها وخفة هامة جدا مع سيادة اللواء دكتور علي أعز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا شرفتنا أهلا بحضرتك أستاذ مشاهدي أهلا بحضرتك معنا الحقيقة يمكن أنا طرحت بعض من أهمية إحنا ليه النهاردة بنتكلم على التعزيات الأمنية بس بالتأكيد مش كل دي جوانب الأهمية محتاجة أعرف من حضرتك إيه هي الأهمية خصوصا بعد الوفاة الخاصة به الرئيس الأسبق محمد مرسي والتكاهنات النقية ترى هل ممكن يكون فيه أي رضوط فعل غضبة؟ طيب قبل وفاة الرئيس السابق أو المعزول محمد مرسي كان مخطط أن مصر ستنظم هذه البطولة طبعا لابد أن مصر كانت تقدم الصورة الصحيحة لقدرتها على التنظيم وفرض الأمان والأمن في هذه البطولة العالم كله منتظر إيه اللي ممكن يحصل من ناحية الأمنية طبعا هل مصر قادر على فعلا تنظيم هذه البطولة في ظل التهديدات اللي موجودة من بعض المجرمين؟ احنا عارفين أن هؤلاء المجرمين اللي هي الجماعات الإجرامية الإرهابية التي تنتمي لجماعة الإخوان المجرمين بتحاول تستغيل لأي مناسبة عشان تثبت أن هي لسه موجودة على الأرض في الأعياد نلاقي بعض التفجيرات أو الهجمات اللي بتتم على أحد الكمائن في بعض المناسبات بيحاولوا يثبتوا أن هما موجودين بكلام أقل ما يوصف بأن هي أفعال مش هقول سبيانية لكن أفعال لا تثبت قدرتهم أو لا تؤكد قدرتهم إطلاقا على الفعل يعني لما يحط البقاء النسفة في مكان وتنفجر لما يهاجم على كمين بس ما يقدرش يتمسك بشبر من الأرض لمدة ساعة حتى كل دي تحاجات بتباقي أن هما بيحاولوا يصدروا صورة للعالم أن هما لسه قادرين على إحداث حالة من عدم الاستقرار في مصر فبغض النظر عن وفاة محمد مرسي لأهم فيه توقع أن هما حاولوا يثبتوا أن الأمن في مصر غير قادر على فرض سيطرته على الشارع وعلى الأحداث فمن هنا جاء التخطيط لتأمين هذه البطولة سواء في الملاعب أو في خارج الملاعب في الشوارع في أي مكان في مصر كلها مؤهلة أن تسود فيها إن شاء الله حالة من الأمن والأمان ولكن ده مش معنى أنه ممكن ما حصلش حاجة عشان برضو الناس تبقى عارفة لو حصل الفجار هنا ولا الكلام الخائب اللي بيعملوه ده لا يدل أن احنا لقدر الله مش قادرين لأن أي عمل إجرامي ممكن فرض يعمله كل ما في الأمر أن الاحتياطات الأمنية أو الاحتياطات الأمنية والتدابير الوقائية اللي بتتخذ سواء من قوات مسلحة في تعاونها مع الشرطة وباقي أجهزة الدولة لتأمين هذه البطولة بتقلل بدرجة كبيرة جدا وطبعا بقدر النجاح بس قوات المسلحة والداخلية فقط ولا فيه كمان شركات تأمين خاصة من أقول تحركت كل الأجهزة المعنية استعانى بقى بشركات لتنظيم الدخول والخروج الشركات الخاصة مش هتنظم الأمن في الشارع طبعا لكن السيطرة على البوابات التذاكر الكذا الكذا المراجعات الحاجات دي شق لكن الجوانب الأمنية خاطر سلحة شرطة ويمكن ده بيصب أن احنا فعلا بنشوف تعزيزات أمنية ربما تكون غير مسبوقة يعني الأول مرة فاندم بيتم استخدام طائرات الدرونز كويس ليه وإيه هي للناس اللي ما تعرفهاش التأمين طبعا التأمين اللي على الأرض معروف سواء بقى حرص البوابات التأكد من كل فرض داخل الملاعب أو الاستدادات اللي هي مقامة عليها المباريات إنه هو الشخص اللي واخد التذكرة اللي ببياناته المظبوطة المثبتة مسبقا داخل المدرجات فيه عمصر أمن عشان الحفاظ على حالة الأمن وعدم حداث شغب بين المشجعين ثم طائرات الموجهة بدون طيار أو طائرات الاستطلاع يعني حاجة زي بتصور بالكاميرا تصور المشجعين اللي قاعدين فيه المدرجات وتقال حاجة أنها بتقارن الصور بتاعتهم بالصور اللي بقاعدة البيانات بقاعدة البيانات بلزبط وليه سؤال برضه في جزية دي سيادة اللوة الحياة مش بس أنها تلتقط الوجوه واتقارنها بقاعدة البيانات مع جهات المعنية لكن كمان يمكن زي ما طلعنا على الأخبار دي كمان ممكن ترصد تحركات أي مشجع موجود يعني موجود في كرسي ولا قامت حرك لغاية انتهاء المباراة إيه هامية دي؟ اللي حتقدر تجيب ملامح الوجه للمشجع هتقدر بالتأكيد ترصد حركته أيو بس إيه هامية ده بدام أنا معايا الفان اي دي ومفروض أن يعني ما هي النهاردة مش مسألت إن أنا اطمأنيت إن فلان ما أنا بدخلتش جواه نواية الناس وممكن زي ما احنا بنشوف كده بيبقى واحد مجرم وساكن في وسط الناس العاديين جدا وبيبقى شايل بندقية في حتة ويعمل عمل إجرامي يعني فالنواية لا يعلمها إلا الله وبالتالي المراقبة الجوية دي بتشوف تحركات الناس اللي قاعد في الكرسي بتاعه خلاص طب واحد أمن الكرسي بتاعه رايح فين؟ هنا حتة المتابعة وطبعا بالتصالات عناصر الأمن اللي موجودة تتجه إلى الشخص اللي اتحرك رايح بقى يدس حاجة يعمل شيء يعني ليها جوانب أخرى في النهاية مراقبة تحركات الأفراد لكن مش هيكون قيد يعني مثلا أيما راح الحمام مش هيتقل إيه دا أنت أي من مكانك ليه والحقادي لا لا مهو برضو يعني ربنا عرفه بالعقل الجوانب الإنسانية دي عند فرض الأمن يعني طبيعي واحد وبعدين الدخول إيه من الساعة واحدة هذه الساعة ستة أو ستة ونص تقريبا يعني خمس ست ساعات لسه قبل المباراة كمان ما تبتدي فاستحالة واحدة هيفضل قاعد وش هيقوم بالمناسبة الموعيد دي هي نفس الموعيد عادة اللي بتجرى في المباراة ولا فيه اختلاف عشان بكرة خالص طبعا لأن دي محتاجة تأمين معين واطمئنان أن الناس اللي دخلها ما فيش فيها يعني أي محاولات أو ما فهمش ناس حيحاولوا تنفيذ شغب ما فهمش عناصر مشبوهة ما فهمش حد لقدر الله يعني قد يتصرف تصرف غير قانوني فمن هنا الفترة بالطول عشان يبقى فيه فرصة للتأكد ومراجعة البيانات لكن مش بس عشان مباراة الافتتاح وحفل الافتتاح بكرة يعني هل ممكن نشوف ده كمان في المباراة القادمة والله حيتعلنه بكرة أعلن عن التوقيت إيه اللي حيتمي بعد كده طبعا يبقى أول بول يعني دايما في الإجراءات الأمنية مش بالضرورة يفصح عن كل شيء قبلها لكن قبل كل مباراة ممكن يتقال أنه ما يجيب يقول من إله فبكرة بالذات ليه أهمية خاصة حفل الافتتاح هيحضرها كبار المسؤولين كل العالم كل القرى الأفريقية بتتتراقب هذا اليوم ففرصة أن احنا نقدم الصورة الحقيقة لمصر وفي نفس الوقت نبقى احنا في حالة من الأطمئنان كمصريين أن مصر قادر على هذا الأمر تم الإعلان عن مجموعة من الممنوعات اللي ما ينفعش أي مشجع أن هي تكون معها أو يستحبها في أي مباراة من المباراة الحقيقة ممكن لفت نظري مجموعة من الأدوات اللي ممكن أقول طب ليه يعني مثلا حاجة زي الباوربانك حاجة زي الشاحن العادي طبعا الأسلاك الكاربية معروفة نحن ممكن نعمل أي حاجة بالأسلاك الكاربية بس ليه الحاجات دي يا فندم الشاحن أو الباوربانك فيه طاقة طب قد تستخدم في إيه الرجل العادي ما يجيش في باله الاستفادة بيها لكن فرض الأمن أو رجل الأمن عارف دي ممكن تستخدم فيه تفريغ شوحنا فيه كذا يعني أمور لدى أننا نتكلم في تفصيلاتها لكن كل ما قيل ولو بتفسير مبسط يعني كل ما قيل من الأجهزة الأمنية يعني مثلا نتقل الأدوات التي تستخدم في إحداث جروح حتى لو لم تكن مصممة لذلك يعني حتة حديدة مثلا الحديدة مش مصممة أن واحد يعور بها حد لكن ممنوع تدخل شوما مش مصممة أنها هتعور لكن ممنوع تدخل حتى لو العلم اليد بتاعته خشبية ممنوع أيوة لأي حاجة حد أو نشفة أو تؤدي إلى جروح لأنه ورد أن يحصل مشاغبات أو كل ده الغرض منه حتى المشاغبات التقليدية اللي ممكن تحصل بين أفراد مش مطلوبة في هذا اليوم بالزيد لأن صورة مصر قدام العالم وبعدين برضو التأكيد على الالتزام بالأخلاقية في التشجيع إحنا عندنا ضيوف هتلاقي البعض البعض قد يلجأ هو مش قادر يعمل حاجة فيبتدي يهتف تفات غير لائقة ضد ضيوفنا وحتلاقي ده ممكن يحصل من البعض اللي عايز يعمل أي نوع ما هو مش قادر يستخدم سلاح مش قادر يستخدم أداة تعمل مشكلة معينة جروح كذا 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 ممكن تلاقي البعض يحاول يعمل مشاغبات بينهم وبين بعض زي ما نشوف في الشوارع فيه ناس عايزة تسرق شخص تعمل خداء حوالي فده ممكن يحصل فكل التحذيرات دي عشان لما وزارة الدخلية أو الأجهزة الأمنية تلتقد شخص ارتكب يعني خطأ معين ما يبقاش للون بقى ما يقدرش أنه يعني يقول أنا معرفش الأدافية طبعا الكلام ده بيسري حتى على الكانز العلب المشروبات العزية المعدنية عشان بس الناس بتسأل إذا وده كمان ممنوع تبدأ نهاعد فترة طويلة جدا من حقيقة أنا أخذ حاجة كلها وشوار والله ممكن هتلاقي الناس اللي بيتبيع هيدهاله ويرجع لماها تاني يعني أكيد هيبقى لها إجراءات داخلية طبعا المدخنين بكرة يا فندم هيعملوا ايه طبعا أنا عدوة التدخين الأولى فأنا أبسوطها جدا لكن هما دلوقتي بكرة فعلا هيعملوا ايه يعني هيدخل من واحدة ظهر الغاية حفل اللي افتتاح والغاية كمان ختام المباراة الأولى مش مسموح لهم ولا بكبريت ولا مسموح لهم بولعات طب هيعملوا ايه بكرة يتعوضوا بقى أنهم بكرة فرصة أصلا أنا مش مدخنين بفرصة يعني أنهم يتعوضوا عدم التدخين تمام طيب الصفافير ليه فندم ممنوع الصفورة دي مش مفروض أن هي يعني يعني أحد أبسط الوسائل أو إحدى يعني الوسائل البسيطة الغاية احنا قلنا إيه جزء أمن يعني لمنع أحداث عنف وجزء أخلاقي يعني التوعية بعدم إطلاق هتفات غير لائقة وحسن المعاملة مع الضيوف ولأن فيه ناس هتيجي تحضر مش مصريين طب هي الصفورة ممكن يتم استخدامها بشكل غير أخلاقي بشكل مزعج ممكن يعني استهجان أو بصي سب نشوفها الحقيقة في مبارات عالمية الأجهزة الأمنية قد تكون محتاطة بدرجة عالية ما نقدرش نلوم إحنا النهاردة لو لقدر الله حصل أي موقف يسيء لمصر هنقول إيه هنقول الدولة لم تأخذ التدابير اللازمة لمعنى هذا الأمر طب الدولة النهاردة لما تزود درجة الاحتياط شوية ما نقدرش نلومها إحنا كلنا لنا هدف أن مصر في الآخر تطلع صورتها لائقة تأكد للقارة الأفريقية أن مصر عادت لمكانتها القديمة وأنها قادرة تقوم بالدور الريادي المنوط بيها تجدد الصيقة تاني إحنا عارفين أن مصر كانت تعرضت في الفترة الماضية القريبة لإيقاف العضوية في الاتحاد الأفريقي وشوية أمور كده بعد صورة 30 يونيو لكن الحمد لله بدأنا نثبت وجودنا تاني بدأنا نستعيد دولنا على الصحة الأفريقية والصحة العالمية فمش عايزين أي شيء يخدش هذا الإطار الجميل اللي احنا قدرنا نحن أنا لفت نظري كمان يا سيدتي أنه شئت بديه طبعا وطبيعي أن الأسلحة النارية تكون ممنوعة لكن هنا كمان كمان أكمل وقال لك أنه حتى الأشخاص يعني محقاها تمسك سلاح لكن بدون ترخيص أو هي معفاة بمعنى أدقة من استخراج ترخيص للسلاح برضو في الحالة دي مش مسموح لها أن هي تصطحب سلاحة الناري معنى كده أنه أيا كان منصب الشخص اللي حاضر المباراة ممنوع من عمبتل أيا كان منصبه لا فرق بين مواطن ومواطن الجميع يخضع لكل التدابير الأمنية ما هو من حق الشخص اللي معاها رخصة سلاح يمشي بي في الشارع فيش مشكلة خالص ما حدش يقدر يلومه لو ماشي وحطه في وسطه حتى هو مع رخصة خلاص ما حدش يقدر يلومه لكن طب يدخل به لا ما يدخلش رغم أنه حقه بس في المكان ده في المربع ده في المنطقة دي ما يدخلش تمام ليه حفاظا على أولا البسط الأمن على الجميع وفي نفس الوقت ما فيش فروق هو اللي يدخل ده مش بناء أدم ممكن في إخناقة يتنرفز ما هو مش بالضرورة كل الأحداث اللي تحصل تكون أحداث عنف في نتيجة إرهاب يا جماعة ممكن أن نشغب ملاعب شغب ملاعب بالضبط عادي حد بيشجع حد قال كلمة مسكو فعط زي ما بيحصل في كل دول العالم وفي كل الملاعب بنشوف الأمور دي شغب بيسقط فيه قتلة فبدل كده نجنب كل شيء يعني كويس أنت ذكرت ده عشان برضو اللي بيسمع يعرف فيش بقى فرق بين لواء ومواطن عادي موظف ومدرس كبير صغير كله بيخضع عليه الإجراءات الأمنية طب ليه لو موبايلي مقفول ممنوع أن أدخل به في أماكن كتير جدا في الدولة ممنوع تدخلي بالموبايل بتاعك الموبايل مقفول بس ممكن تفتحي صح لو دخلت بالموبايل أنا أتكلم عن السبب أصلي أمنية محتاجين نفهم الحقيقة هو طبيعي أن أنا لازم أفتح موبايل وأنا دخل عشان أتواصل مع الناس لو أنا مثلا معي موبايلين فنقفل واحد علشان الشحن يقضيني على مدار اليوم فهستغلك واحد وأخلي التاني مثلا على موبايل ختمية أستغل به ولا راح يتفرج لا فندم هو برضو فترة الانتظار طويلة لكن هل ممكن موبايل مقفول يكون خطر يعني أمنية آه في أماكن طبعا في أماكن كتير ممنوع الموبايل يدخل حتى لو مقفول آه بس احنا هندخل بموبايلاتنا عادي أنا الحالة الجزئية دي مش متأكد منها آه تمام طيب برضو بيكلمنا من ضمن الممنوعات أنه لو جسمي بيستعصى على التفتيش سواء يدويا أو على جهاز الأشعة برضو ده ممنوع طب زي إيه في بعض المواد سندوق معين مثلا بمصنوعها من نادة معينة الأشعة ما تقدرش تكتشف إيه اللي جواه فهو بيحط كل الاحتياطات أنه أنت لو دخلها وفي شيء الأشعة مش قادر تكتشف إيه اللي جواه يعني جهاز التفتيش مش قادر يكتشف إيه اللي جواه طب جيه يفتحه باليد مش عايز يتفتح خلاص مش هيدخل وده حق إنه ما عرفش إيه اللي جواه يعني شيء طبيعي جدا حد معاه سندوق صغير قد كده 10 سنتي في 10 سنتي طب ده إيه لا ده أنا حطت فيه أكل مثلا طب افتحه ما بيتفتحش طب ما ممكن يكون فيه حاجة يعني فيه مواد معادل معينة الأشعة اللي هتخترقها فبالتالي مش حيبقى مسموح إنها هتدخل لأنه ما عرفش اللي جواه إيه يعني شنطة اليد وهي داخلها هتتفتش إيه دي لشوف اللي جواه فبالتالي تدخل لكن لو لو مش قادر يفتحها طب ما مش هيدخلها كأنك بالضبط بتقول لأ ما تفتحش الشنطة بتاعتي فبالتالي مش هتدخل ديه لكن هل نقول إنه الفان آي دي نظام جديد ممكن من خلاله وإن أنا إن شاء الله أرجع الجماهير للملاعب مرة تانية في الدورة وبطولة الكاسباء والحاجات دي ولا لسه نفضل برضو محرومين إن احنا نحضر المباراة قد يكون نجاح الأمن في هذا التنظيم بداية للاستفادة بهذا النجاح في فتح الحضور الجماهيري بعد ذلك في باقي المباراة بعد كده يعني تمام مش عايزة الوقت يسرقنا من غير يعني معرف رصد حضرتك لما تم إثار تعقب وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي أولا عندي يمكن تقرير أو على الأقل حتى تصريح من مفاوضة حقوق الإنسان عندي كمان تصريح مستفز من الرئيس التركي أولا أنه هو بيشك أنه هو الوفاة طبيعية لقبه بالشهيد متضرر جدا أنه هو ما تدفن شيء زي وصيته وكأنه هو واصل حقيقة علينا إحنا أن نتخذ الإجراءات المناسبة لنا أمنيا أعرف رصد حضرتك ردود الفعل الدولية بشكل عام إزاي وبشكل خاص يمكن أردوغان وبردو منظمة أو مفاوضات حقوق الإنسان أولا قبل ما نخش في ما يخص حالنا هنا هو أردوغان عمل إيه في الناس اللي اتهموا بالمشاركة في الانقلاب منهم صحفيين وسياسيين كانوا بعيدا عن مضوع خالص اعتقلهم ورمهم في السجون ولم يرأي فيهم لحقوق إنسان ولا حقوق حيوان عفر في الله فضي ولكن إحنا متعاودين أن فيه ناس بتحاول تكترق على مصر الأهداف محمد مورسي توفى في قاعة المحكمة وده يعني مش هقول بقى فضل من ربنا لا هو فضل من ربنا لأنه قل الحجم المزايدة يعني إيه المطلوب أو الشكل اللي كان يموت بيه عشان هؤلاء الكلاب معلش أنا يعفر في الله فضي يخرسوا يعني دراجل أولا لو كان قاعد في القفص وما تكلمش كانوا حيقولوا كان يبدو عليه مظاهر الإعياء وكان كذا وكان واخد مدينه ومش عارف حقنة إيه عشان مش هيقدرش يتكلم ومات حكتوا صد مين بكلاب كل من هاجم الدولة المصرية كل من اتهم مصر إنها تسببت في موت أو قتل مرسي ما هو تسببت يبقى قتلته محمد مرسي طلب الكلمة وقاعد أتكلم خمس دقائق ثم جلس في القفص في وسط الناس بتوعه ومات متطبيعية جدا يعني أنا أظن أنه ممكن من بجاحة البعض يقوله ده تضرب بالنار ما أنت بتتكلمي مع ناس أو بتسمع ناس بتستغبى هو فعلا اتهم يعني على الأقل لو مش غبي اتهم وقح لساب واحد يعني إحنا سبناه طول السنين اللي فاتت ولما نفكر نقتله نقتله وإحنا أولا في المحكامة ثانيا وإحنا كمان بنستضيف كاس الأوم الأفريقية وكان يقول للناس كلها تعالي شوفونا وحنقتله ليه ده رجل مجرم واخد كذا حكم ومحكم عليه بالإعدام وبعدين القضاء المصري قضاء لا رقابة عليه لا يخضع لضغوط قضاء غير مسيس وغير موجه ولكن نشوف مين اللي هاجم مين اللي هاجم الدولة المصرية طبعا كل منظمات حقوق الإنسان اللي بتتكلم معروف ان دي مسيسة بما فيها الأمم المتحدة نفسها الأمم المتحدة 40% النزانية بتاعتها بتتفع على الولايات المتحدة الأمريكية فما لوا يدرعهم يعني اللي عايزين يعملوه بيتقال عليه بينفذو وبعدين الناس طبعا أردوغان مش هنتكلم فيه يعني هنتكلم للوقت لأن كل الناس اللي بتتشدق بحقوق الإنسان نشوف حالها في بلدها يعني لما تيجي تركيا تتكلم حقوق الإنسان نشوف هما بيعملوا ايه في الناس بتاعهم لما نشوف عملوا ايه مع الأكراد وحزب الممالك كردستاني بيعملوا معهم ايه وبيضربوهم ازاي النساء وأطفال وشيوخ لا رحمة ولا هوادة أمريكا نشوف بيعملوا ايه في المواطنين الأمريكيين عملوا ايه في وليستريت اللي كان فيه واحدة ست ومعها طفلة كسرت حاجز أمني عدتوا بالعربية جيروا أراها ضربوها بالنار خلص النوضوع هيا دي حقوق الإنسان طبعا معروف كل هذه المنظمات مسيّسة طبعا احنا بقى دورنا كمصر ايه والله فعلا ولا نسأل فيه لأن دول أصبحوا معروفين لكن السفير الحياة سامح شكري اهتم بالرد وانكن خصوصا على الرئيس رد عليه لأن حتى مش من حقه بعدين بيقول فضل مرمي عشرين دقيقة عمره ما كان فضل مرمي عشرين دقيقة الراجل وقع جاءت الإسعاف وقام شلوه ونقاله المستشفى وخلص النوضوع يعني الحمد لله مصر دولة محترمة بتحفظ على الحقوق الجميع يعني بتحفظ على الحقوق الجميع بما فيهم المجرمين أيا كانوا ده المجرم بيبقى واخد إعدام وقاعد في الزنزانة بتاعته بيأكله وبيشربه لحد ما ينفس فيه الحكم فحنيجي على شخص زي محمد مرسي والمجموعة اللي معايا واحنا عارفين إن المتربسين كتير لأ والحقيقة أنا واحدة من الناس مع يعني حقوق المسجونين أيا كان ايا كان لكن لما بتجي الكاميرا عليهم الحقيقة احنا بنشوف النصيحات كويسة أنا كنت ريسة أقول لك والله يعني بصي مش بقى لجوه الشحيبة لا لا عادي وبيأكله كويس وقاعدين بس مجرم يعني مش هينفع ينزلوا أجهزات يروح بيته مثلا المحاكمات بتاعته بيروح في عربية بشكل أدامي وبيرجع في عربية بشكل أدامي مفيش أي ممارسات تتنافى مع حقوق الإنسان إطلاقا الزنازين بتاعتهم مفتوحة لأي زيارات في أي وقت يعني أي زيارة من أي جهة عايزة تروح دوزور مفيش مشكلة عندنا يعود معا المحامي يعود أهله يعني مفيش ما يستدعي إن احنا نعمل ده وبعدين زي محرطك بتقولي نيجي اليومين دول طب كان عندنا قبل كده وفي عز غضب الشعب من الإخوان كان لا وإحنا بس ده مش مش اسلوب مصر مصر لم تلجأ لقتل أي معارض سياسي بخلاف دول كتير بخلاف تركيا بخلاف أمريكا أمريكا نفسها بتقتل معارضين بتوعها مش لازم يكون أمريكي يعني أي شخصية معارضة للولايات المتحدة الأمريكية وبتسبب لها إزعاج بتقتله بغض النظر بقى إنه هو يحمل سلاحة أو لا يحمل سلاحة يعني أسامة بن لادن قتلوا وحرقوه وعمل وسورهم جسده في البحر طب قبضوا عليه وحكموه مثلا عمر عبد الرحمن اللي هو مفتي جماعة الجهاد خذ 25 سنة سجن خلص الـ 25 سنة مطلعهوش برضو لحد مراجب ندفل محباسه بغض النظر إنه هو مجرم أو غير مجرم أنا بس بقول لحضرتك الدول اللي بتتشدق بحقوق الإنسان بيعمله إيه ولو خدنا دولة دولة حنلاقي كل واحد عندها بلاوي ولو خدنا أشخاص حنلاقي الأشخاص نفسها بتتعامل مع الغير بلا حقوق إنسان يعني لو قعدنا نمسك ملف كل واحد كده حنلاقي بلاوي ورا كل واحد طيب أنا حرصا على وقت حضرتك هو فيه سؤال حضرتك تحب نتعلاق عليه ولا نشكرك لأنه برضو عايزة أقول السادة مشاهدين هو ضفنا يعني اهتم إنه هو ما يعتذرش النهاردة عن اللقاء لأنه عنده لقاء آخر على هون برشرة أنه يمكن بعد وقته ليل فهو عايز يلحق مشوار ففيه يعني سؤال مهم السادة مشاهدين نحن طبعا بنشكرك لأن فعلا حك ما اعتذرتش وأصاريت أنك تيجي رغم تقارب المعادين طبعا واشكرك وهكتفي بالقدر ده من التساؤلات سيادة اللواء دكتور علي عايز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسالحة صابقا شهر رفتنا شكرا شكرا لحضرتك ومشاهدين حالا بعض الفاصل هنستقنا في حوراتنا والفقرة الختمية النهاردة معنا ان شاء الله عن الزيادة السكانية ويسعدنا جدا ان احنا نستقبل كل استفسارات حضرتكم اشتركوا في القناة